خفض بسيط للصعرات الحرارية التي يتناولها الإنسان يومياً قد يأتي بنتائج إيجابية للقلب والأوعية الدموية دراسة نشرتها مجلة لانسيت للسكر والغدد الصماء شملت أكثر من 200 مشارك من البالغين الأصحاء في الولايات المتحدة والذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 25 عاماً وامتدت من العام 2017 إلى 2010 حيث تبين أن خفض 300 سعر حراري يومياً إن كان عبر الصيام المتقطع أو الاستغناء عن الأغذية الغنية بالسكر يؤدي لانخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول السيء إضافة إلى انخفاض بنسبة 24% لكثافة الدهون الثلاثية وفي إطار تحفيز خفض استهلاك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية لفت الباحثون المشاركون في الدراسة إلى ضرورة إصدار ضرائب على السكر وتحسين تنظيم تسويق الأغذية